موسيقى او اول مواجهات بين الزمالك والبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر كل اللعبين بذلوا اقصى ما عندهم حتى الدقيقة الاخيرة من الشوق الثاني الاضافي اهداف واخطاء كثيرة في المغاراة سواء من مواقف السابتة اللي كانت النهاردة معظم الاهداف جات من مواقف السابتة منهم هدفين لبيراميدز من رمياء كماس من الشيبي الشيبي عمل رميتين تماس استطاع بيراميدز تسجيل هدفين من رميتين تماس النهاردة النهاردة كان فيه اكثر من نقطة التحول في المباراة طبعا اهمها طرد احمد توفيق بعد نزوله بعشر دقيق من بعد تغييره بوليد الكارتي احد افضل لعبي بيراميدز النهاردة جاله شد ومقدرش يكمل المباراة وكان طبعا وليد الكارتي كان بيعتمد عليه جيم باتشيكو في الجانب الهجومي مع مايلي ومع مصطفى فتحي ومع عبدالله السعيد النهاردة ان كان واحدة من افضل مباراة يوسف اوباما مع نادي الزمالك عمل مجهود غير عادي على الجانب الاخر في فيراميدز عبدالله السعيد اللي يقترب من الثمانية وتلاتين سنة بيلعب النهاردة اكثر من مية وتلاتين دقيقة بافضل حالاته عبدالله السعيد ما شاء الله يعني قلنا ان الجانب المدني ممكن يأثر على عبدالله سعيد ولكن جيم باتشيكو احتفظ بعبدالله سعيد حتى الدقيقة الاخيرة من المباراة يمكن ضربات الجزاء ابتسمت لنادي الزمالك اليوم لكن لم تبتسم لمصطفى فتحي مصطفى فتحي النهاردة يستحق ان يكون رجل المباراة مباراة فيها اكثر من لعب ظهر بمستوى رائع منهم طبعا ناصر منسي البديل اللي هو ادر ان هو يصنع هدف ويسجل هدف التعادل في الدقائق الاخيرة برأسية رائعة من عرضية مصطفى زيزو ارتقى فوق الجميع في ظل غيابة رقابة دفاعية من احمد فتحي ومن محمود مرعي وعدم خروج الشناوي من المرماة سجل ناصر منسي هدف التعادل وهدف الانقاذ للفريق الابيض مصطفى فتحي اضاع الرقلة الاخيرة الذي استطاع محمد عواد النهاردة ممكن ما كانش موفق في الهدف التالت الذي دخل مرماه من محمد حمدي الذي سجل هدف برجله اليمين وهو بلعب اصلا برجله الشمال لكن الشيبي برضه عمل رمي التماس سمزها مصطفى فتحي برأسية راحت لمحمد حمدي حطها بيمينه يعني ممكن يسأل عنها حسام عبد المجيد ومحمد طارق بالاضافة الى محمد عواد لان الكرة ما كانتش فوية قوي راحت على يمين محمد عواد مصطفى فتحي لكن محمد عواد عوض الاخفاق او يعني الكرة اللي هي دخلت الحدف التالت لبرمز من محمد حمدي بان هو قدر يصد راكلتين ترجيح منهم الراكلة الاخيرة اللي حسمت صعود الزمالك الى المباراة النهائية يمكن محتمة جمال قدم النهاردة مباراة رائعة في اول مباراة مش عشان كسب بدربات الترجيح اليوم لكن رجع عبدالله جمعة بعد غياب طويل جدا عن الملاب رجع يمكن سامسون اللي انا بنتاخده كتير هنا على مستوى لكن النهاردة سامسون عمل هدف رائع هو ويوصف وباما اللي عمل له اسست غير عادي وقدر سامسون يجيب هدف عادي الزمالك الى المباراة مرة اخرى اذا سامسون وعبدالله جمعة اللي هما بقالهم فترة ما بيشاركوش مع اسوريو المدير الفني السابق النهاردة ادى لهم فرصة معتمة جمال واستطاعوا فعلا ان هو يقدموا مباراة كبيرة وعبدالله جمعة ايضا سجل ركلة جزاء من الاربعة اللي سجلهم نادي الزمالك معتمة جمال هذه المباراة تديده دفعة قوية جدا في الفترة القادمة لعادة ترتيب الاوراق داخل البيت الابيض والاستعداد في فترة توقف الدولية عايزين في فترة توقف عشان مباراة منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العلمة جيبوتي وسيريليون يكون فيه توقف كبير والزمالك هيلعب يمكن نهاية الشهر في ألكم فادرالية الأفريقية في أولى المباراة يكون تقريبا يوم تلاتين هل معتمة جمال المدير الفني واحد ابناء نادي الزمالك هيكمل مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة أم سيكون هناك مدير فني جديد خلال فترة التوقف مجلس إدارة نادي الزمالك لم يحسم ملف المدير الفني حتى الآن إن كان مصري أو مدير فني أجنبي أم سيستكمل معتمة جمال مهمته مع الزمالك لحين إشعار آخر ده الهيبان خلال الساعات القادمة إذا كان مجلس إدارة بقيادة كابتن حسين لبيب سيدي فرصة لمعتمد جمال والجهاز الفني المعاون أنه يكمل أم سيكون هناك جهاز فني آخر سواء مصري أو أجنبي يمكن طبعا في حزن أكيد في نادي بيراميدز طبعا كان نادي بيراميدز بيأمل أنه يصل إلى موراء النهائية زي ما قلت لكم في التغطية السابقة أن نادي بيراميدز عايز يخرج هذا الموسم بأي بطولة زي ما أنا قلت بطولة كاس بطولة كاسر الربطة طبعا دي أقل حاجة في بطولات اللي هشارك فيها نادي بيراميدز من حيث القوة يعني قوة المسابقة ولكن بتأكيد هكون في مراجعة كبيرة مع باتشيكو في خلال الساعات القادمة إذا كان ممكن يستمر أو لا يستمر لأننا عارفين باتشيكو في الفترة الأخيرة مع نادي بيراميدز بالتحديد كان طلب من حوالي ثلاث أسابيع أنه يرحل عن نادي بيراميدز كان جاهله أكثر من عرض فهل مجلس إدارة نادي بيراميدز هيمنح الضوء الأخضر لباتشيكو للرحيل في هذا التوقيت خاصة ما ممكن يكون فيه مدير فني أثناء فترة التوقف اللي هتكون للمنتخبات في الفترة القادمة اللي هي ممكن عشرة أيام هكون فيه توقف للأجندة الدولية هايبان في خلال الساعات القادمة مصير أن الجهاز الفني لنادي الزمالك ومعتمد جمال وباقي أعضاء الجهاز الفني في الاستمرار أم يستمر أيضا مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة مع نادي الزمالك جماهيد نادي الزمالك النهاردة يعني تشجيع حتى آخر دقيقة من الشوت الإضافي الثاني ممكن هي دي اللد الدفعة غير عادية للعابة الزمالك في الملعب للقتال حتى آخر لحظة في موراة اللي استطاع فيها البديل ناصر منسي نزل مكان محمد نبيل دونجا اللي هو يسجل الهدف الثالث وهدف يعني أسعد كل الجماهير البيضاء في نادي الزمالك في المغاراة يمكن واحدة من أمتع وأقوى مغاريات كأس مصري اللي شاهدناها كلال الفترة الأخيرة الزمالك وبيراميز متعة غير عادية النهاردة في استاد القاهرة أشكر كل اللعبيين والأجهزة الفنية على هذا الأداء والأهداف والمتعة القاوية النهاردة في ملعب استاد القاهرة مبروك لنادي الزمالك أتاهل إلى المباراة النهائية كأس مصر الأهلي والزمالك من يحصل على النسخة القادمة من كأس مصر رفين دي نسخة الموسم الماضي ليست الموسم الحالي لكأس مصر إن شاء الله يكون مباراة في قمة غير عادية للأهلي والزمالك يكون مباراة جماهرية طبعا مش عايز أقول إن النهائي للأهلي والزمالك يكون أفضل من الأهلي وبيراميز لكن طبعا كل اختارهم لبيراميز لكن مباراة من حيث الجماهرية بتأكيد الأهلي والزمالك ستكون الأقوى على المستوى الجماهيري والمستوى الفني في الملعب استاد القاهرة إن شاء الله مباراة لم تحدد موعدها بعد من قبل لجنة المسابعات في اتحاد كرة القدم مباراة مرة تانية لكل جماهير نادي الزمالك على الوصول المباراة أنهائية لكأس مصر وحظ أفضل ببيراميز في المباراة القادمة ونكون ببيراميز يقدر أنه فيه خلال الفترة القادمة عنده مباراة دوري أبطال أفريقيا يقدر أنه يعمل فيها مباراة كبيرة ويستطيع أنه يصل إلى أبعد أبعد نقطة في دوري أبطال أفريقيا ويشارك ببيراميز والأهلي في دوري أبطال أفريقي شكرا لكم على المتابعة كان معكم وليب ماهر من تلفزيون اليوم السابع وكابتن عاد العقل والفقرة التحكمية اللي هيحل فيها أداء التحكيم وكابتن أحمد الغندور النهاردة في مباراة الزمالك وبيراميز شكرا لكم اشتركوا في القناة